الشمس السيفوء لا تغطى بغربها لأن الكرة الإفريقية في عالم والكرة العالمية في عالم هذا يعني خابير مدرب يعني يشهد له بالكفاءة يعني مسألة عادية هناك منتخبات كبيرة ومنتخبات صغيرة حتى في المونديال والدليل هو أنه علش كيتسوض رضو في النجموعة اللولى لأنه ربحوا البلوس دو ماتش وكرون دا لسيزانو الأخرة في حين كتلقى منتخبات أخرى كما قلنا بالمعلوم اللي بعيدة عن المنتخب العالمي ولكن ديما مع نوفال كتلقى مفاجآت ولكن في البيلان دي كورس كتلقى الأقوية أهم اللي يبقوا في لي فينا طبعا الحال سي نوفال يعني كما قال معلول هناك منتخبات كبرى ومنتخبات صورة لكن في المونديال الجهزية هي الفايصل أكيد وأيضا من المنتخب الذي يتجنب المفاجآت عبدالله يعني في كأس العالم إسبانيا رحلت للبرازيل ونضرب بها المثل رحلت كحاملة لقب 2010 في جنوب أفريقيا يمن كان يتخيل أنها ستكون خمسة أهداف مقابل هدف واحد مع أولندا تواحد وجدت تعوض مع تشيلي ربحت تشيلي بهدفين مشتت تعوض مع أستراليا ربحت بثلاثة أهداف كانت مباراة تحسين حاصل ما أود أن أقوله بأن كأس العالم دائما وأبدا ما يحمل الكثير من المفاجآت يمكن أن نتفق مع السحابي أنه في الدومي فينال ما يمكنش تلقى مثلا منتخب متواضع فقط عبدالله فيما يخص تونس تونس عفوا المغرب سينيغال نيجيريا أعتقد أن التمثيلية العربية الأفريقية الآن موجودة ولكن نتمنى دائما وأبدا أن تنصفها القرعة أن تكون في مجموعات متوازنة لأنه للأسف للأسف تنقيط الفيفا منح عدد من المنتخبات الكبرى لصاحبة الريادة أن تكون في القبعة الثانية والقبعة الثالثة فعليك أن تتوقع مجموعات صعبة